موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي واحبابي تلميذ وتلميذات الصف الثاني الابتداء العزاء اهلا بكم في قناة مصر كمال النحاس التعليمية ان شاء الله سوف نقدم لكم اليوم فيديو عن الوحدة الاولى الدرس الاول والتاني من كتاب اللغة الانجليزية ان شاء الله يعجبكم الشرح فلنبدأ على بركة الله قبل ما نتكلم عن الدرس الاول والتاني عندينا شريحة هنا زي نتكلم عنها وهي بتتكلم عن اللي زي ما انتم شايفين وحدات منهج كوننكت للصف الثاني الابتدائي لازم نتعرف اولا الكتاب ده بيتكون من كام وحدة وبعد كده نتعرف على كاراكترز كاراكترز يعني شخصيات القصة واكيد انتم فاكرين شخصيات القصة من كوننكت وان اللي هو من كتاب كوننكت للصف الاول الابتدائي قبل ما نتعرف على الوحدات تعالوا نشوفوا الشخصيات اهو كاراكترز طبعا فاكرين مين دي حد يفكرني بيها دي مين لو قرينا الكلام المكتوب تحت الصورة هنتعرف عليها انه دي ميس مونا very good this is miss muna تعالوا نشوفوا الولد ده اسم اي مين قولي this is honey yes very good ده honey and this is مين قولي hana very good hana and this is وده مين يوسف يوسف very good وده مين this is amira good very good وطبعا صاحبتنا دي دايما اللي كانت ايه معانا في الكتاب وبتورينا احنا نشتغل ازاي طبعا مين فكرني ميها بيزي بي very good بيزي بي عندنا miss muna hany hana يوسف اميرة بيزي بي نفس الشخصيات بتاعت كتاب connect one بتاعت primary one بتاعت الصف الاول لابتدائي بعد كده تعال نتعرف مع بعض على وحدات الكتاب الكتاب بيتكون من كم وحدة يا احبائي يتكون من six units six units لو شايفين ادي one two three four five six ست ايه وحدات وبعد الست الوحدات دولة في story story يعني ايه يعني قصة فاكرين القصة اللي خدناها في اولى ابتدائي هناخد النهاردة كمان في connect two في تانية ابتدائي story قصة القصة دي اسمها ايه the gingerbread man gingerbread man اللي هي ايه رجل كعكة ايه الزنجبيل هنتعرف عليها بعد ما نخلص ايه ايه الوحدات تعالوا نرجع تاني نشوف الوحدات عنوينها لكل ايه وحدة عنوان ولو انتو فاكرين كلمة وحدة كنت دايما اكررها لكم في سنة اولى ابتدائي لو انتو فاكرين اسمها unit يوبا كلمة unit معناها الوحدة unit one الوحدة الاولى unit two الوحدة التانية unit three الوحدة التالتة unit four الوحدة الرابعة unit five and unit six تمام يوبا كام واحدة عندنا ست وحدات طبعا كل وحدة فيها مجموعة دروس مجموعة دروس تعالوا نتعرف على عنوان الوحدة الاولى بتقول ايه meet my family meet my family ودي هي اسماء الوحدات اللي انا شرحتها لكم في الفيديو السابق بتاع المفردات وبتاع الكلمات كل وحدة كنت بقول لكم الكلمات بتاعتها ايه كنت بقول لكم عنوان الوحدة ايه فكانت unit one كان عنوانها meet my family يعني ايه قابل عائلتي unit two الوحدة التانية بتتكلم عن ايه my body my body my body يعني جسمي هنتكلم عن اعضاء الجسم unit three الوحدة التالتة off to school off to school الى المدرسة هنتكلم عن الحاجات اللي موجودة في المدرسة وايه اللي احنا بنعمله في المدرسة unit four الوحدة الرابعة عنوانها time to play sports time to play sports يعني حانا وقت الايه نلعب رياضات اوكي بعد كده unit five الوحدة الخمسة بتتكلم عن my day my day اللي هو ايه يوم من ايام حياتي يومي يعني unit six بتتكلم عن ايه healthy lunches healthy lunches وجبات غداء ايه صحية very good يلا عايزكم تكرروا معاي عنوان الوحدات دي من باب المعرفة عشان لما اجينا ايه الوحدة قدامنا يجب احنا عارفين ننطأ العنوان صح اوكي let's go now i want you to listen انا عايزكم ايه listen استمعوا فاكرين كلمة listen طبعا listen يعني ايه استمع and repeat وrepeat يعني كرر very good يلا بنا كده نشوف لئيه العنوين بالوحدات نقولها مع بعض يلا كده نكرر مع بعض unit one meet my family عايزكم تكرروا ورايا بعد بخلص الجملة تقولوها again يلا unit one meet my family my day my day unit six healthy lunches story القصة the gingerbread man تاني the gingerbread man very good very good thank you so much يبقى كده يا احبائي تعرفنا على كم وحدة في الكتاب بتاع التيرم الاول six units ست وحدات وبعد كده تعرفنا على characters اللي هي الشخصيات اللي موجودة معانا في الكتاب وهم هم بتعود سنة اولى اوكي يبقى كده الصورة واضحت بالنسبة لنا يلا بينا نبدأ ايه الدرس الاول والتاني من كتاب connect بتاع سنة تانية ابتدأي are you ready جاهزين اوكي let's go السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اوكي هنا زي ما انتوا شايفين طبعا هنتكلم عن listen one and two يبقى في الفيديو ده هناخد درسين الدرس الاول والدرس التاني من unit one unit one يعني الوحدة الاولى اللي كان عنوانها ايه دلوقتي قلناهم meet my family meet my family يعني قابل عائلتي او قابل اسرتي اوكي تعالوا كده نكرر الكلمات دي احنا اخدناها طبعا في الفيديو السابق بتاع المفردات كلها تعالوا نكررها كده مرة واحدة مع بعض family معنى اسرة morning الصباح afternoon بعد الظهر evening المساع night الليل grandpa اجد grand grandma اجد grand parents اجد والجد parents الوالدان mama and baba cousin ابن او ابنة العم bear dub children اطفال friends اصدقاء moon قمر sun sun شمس sky السماء come up تشرق ليا الشمس يعني go down تغرب ليا الشمس meet يقابل very good thank you so much now i want you to repeat after me عايزكم تكرروا عشان نمطأ صح ok هنقول مرة واحدة ونكرر مرة واحدة ورايا ready let's go thank you family morning afternoon evening night grandpa grandma grandparents parents cousin bear children friends moon sun sky come up go down meet meet thank you thank you so much دي الكلمات بتاعت ايه listen one الدرس الاولاني and two والدرس التاني ok let's go to the next one يلا نروح للصفحة اللي بعدها very good يقبل وحدة unit one عنوانها meet my family هنتكلم عن الدرس الاول والتاني مطلوب مني هنا ايه الله تعالوا شوفوا الكلمة دي خدتوها في سنة اولة ابتدائي لو انتوا فاكرين يا احباء العزاء مين اقول الكلمة دي look thank you معناها look يعني انظر listen good and repeat thank you تعالوا نكررها تاني look listen and repeat نقولها تاني نقولها تاني look listen and repeat thank you والمطلوب مني هنا هنعمل ايه ننظر للصور وبعد كده نستمع لمستر كامال and repeat ونكرر after مستر كامال ونكرر بعد مستر كامال اوكي تعالوا نشوفوا الصورة الحلوة دي دي صورة مين صورة grand pa ده جد تعالنا ارى الجملة بتاعته كده بتقول ايه كرر معايا this is my grand pa نقولها تاني يلا نقولها تاني this is my grand pa يعني ايه معناها الجملة دي يا مستر كامال يعني هذا يكون جدي good thank you طبعا انتم فاكرين طبعا انتم ايه grand pa يعني جد خدناها في الكلمات طب الجدي ده واحد ولا اكتر من واحد ها لا واحد بس يبقى استخدامنا كلمة ايه this is وهنتكلم عنها ايه في الشريحة الجاية this is يعني هذا يكون لما نتكلم عن حاجة واحدة بنقول this is طب يا مستر كامال لما نتكلم عن اكتر من حاجة زي مثلا اهو دولا مين دولا father and mother يعني الاب والام اللي احنا بنسميهم ايه parents شايفين الكلمة دي parents يعني الوالدان لهم بابا وماما نقول عليهم ايه يلا كده these are my parents يعني هؤلاء يكونوا مين الوالدان يلا نقول الجملة دي تاني these are my parents الله ليه مستر كامال ما قلتش this آه لانه دولا اتنين لو كان واحد زي جرانبا كان نقولتي this لكن عشان دولا جامعة هقول ايه these وكمان is مش هتنفع ان نغيرها بايه are يبقى كده عارفنا قاعدة حلوة جميلة جدا نتكلم عنها شوية ايه هي لما نتكلم عن حاجة واحدة نقول ايه this is لما نتكلم عن حاجة اكتر من واحدة نقول ايه these are thank you طب في حاجة جامعي تاني هنا اه اه دولا ما لهم دولا اصدقاء اه ايه معنى صديق friend بس لما نضفلها اس الصغيرة اللي في الاخر دي يبقى friends اصدقاء دولا اكتر من واحد ولا واحد يا مستر لا اكتر من واحد يبقى هنقولوا ايه this is ولا these اه مكتوبة these اه يلا كده مع بعض these are my friends these are my friends very good very good يلا انكرارهم تاني مع بعض بصوت حالي this is my grandpa كمان مرة this is my grandpa هذا يكون جدي good تعالي نشوفوا الجملة دي these these are these are my parents كمان مرة these are my parents يعني هؤلاء الوالدان بابا وماما اوكي اوكي these are my friends يعني هؤلاء اصدقاي نقولها تاني these are my friends very good بابا تعلمنا حاجة في الصفحة دي ايه هي لما نتكلم عن حاجة واحدة نقول ايه this is لما نتكلم عن حاجة اكتر من حاجة يعني كتير جمع يعني اتنين تلاتة اربعة نقول ايه these are okay very good تعالوا نشوفوا الصورة الحلوة دي اللي مسكة ايه في ايدها مين فكرني تيدي بير very good تيدي بير اللي هو الدبدو باللعبة الصغيرة دا الامورة دي بتسألنا سؤال بتقولي يلا نكرر مع بعض do you want that تيدي بير يلا يعني كمان مرة do you want the تيدي بير ايه معناها الجملة دي يا مستر كمال do معناها هل يعني هل انت تريد the تيدي بير الدب باللعبة تاني نقوله السؤال هي بتسألنا يلا كده كرر do you want the تيدي بير ردت هي قالت ايه yes اه طبعا عايزاها تقول ايه كلمة ايه yes وكلمة لقا اسمها ايه no بس هي قالت ايه i want the تيدي بير يعني انا اريد الدب اللعبة because خلي بالكم من الكلمة دي يلا نكررها تاني because because لان ليه هي عايزة تيدي بير he makes me happy هو بيخليني ايه سعيدة happy لما يكون معاها تيدي بير بيخليها ايه مبسوطة وفرحانة كلمة ايه happy very good يلا نشوف السؤال تاني نكرر do you want that teddy bear do you want that teddy bear this is my grandpa مكرر these are my parents these are my friends do you want that teddy bear yes i want that teddy bear because he makes me happy very good very good thank you so much ايه رأيكم في القومة لدي سهلين جدا ولو سمعتوهم مرة وثنين وثلاثة مني خلاص هيقبل من استثبالكم ايه سهلين let's go to the next page تعالوا نشوفوا الصفحة الايه اللي بعدها دي القاعدة بتاعتنا اللي احنا تكلمنا عنها في الشريحة اللي عدت طبعا احنا لسه شغالين في unit one الوحدة الاولى اللي هي عنوانها ايه ها مني فكرني meet my family الدرس كام one and two لسه احنا في الدرس الاول والتاني هنا بنتكلم عن حاجة اسمها language functions يعني يا language functions يا مستر كامال language functions يعني وظائف لغوية يعني لما نيجي نتكلم لازم ايه نتكلم بيها صح ايه هي لما هنا بتقولي الجملة دي للاشارة الى المفرد بنستخدم ايه this is فاكرين لما تكلمت عن grand bar لانه مفرد واحد وبنقول ايه this is لكن للاشارة الى الجامع لما نتكلم عن الجامع نقول ايه these are وبعدين نجيب الحاجة اللي هي ايه بنتكلم عنها يبقى هنا للاشارة الى المفرد المفرد يعني حاجة واحدة بنقول ايه this is بدينا مثال يا مستر اهو this is my father هذا يكون ابي واحد كمان جملة تانية this is my grand ma دي جدتي اه يقبل لما نتكلم عن حاجة واحدة بنقول ايه this is طيب لما نتكلم عن جامع كنا نقول ايه these are وبعدين نجيب الحاجة الجامع اللي وراها يدينا مثال يا مستر اهو these are my friends شايفين كلمة friends دي لو شيلت الاس دي تقبل friend صديق واحد لكن دي friends احنا لما بنجمع الحاجة من انضفلها ايه اس يعني مثلا نقول كتاب book طيب كتب books طيب قلم جاف pin طيب اقلام pins طيب اهو cousins اكتر من واحد these are my cousins نرجع نجرى الجمل دي تاني يلا نرجع لما نتكلم عن المفرد بنستخدم الجملة المكتوبة والاحمر دي this is و لما نتكلم عن الجامع نقول ايه these are اوكي يلا نقرأه this is my father عايز صوت اهلا من كده this is my father وكلمة my يعني حكتي انا يعني this is my father يعني هذا يكون ابي ابي انا مش ابي حد تاني this is my grandma نتكلم عن الجامع these are my friends these are my cousins very good بتعلمنا في الصفحة دي ان احنا لما نتكلم عن الحاجة المفرد يعني حاجة واحدة بنقول ايه ها الجملة دي ها this is ايه معناها بالعربي هذا يكون ربي يا مصر لما نتكلم عن حاجة جامع نقول ايه these are these are يعني هؤلاء يكونوا اوكي ما ننساش التعبيرين دولة اوكي let's go to the next page يارا روح نشوف الصفحة اللي بعدها بتتكلم عن ايه اوكي برضو احنا شغالين في unit 1 الوحدة الاولى عنوانها مين افكرني meet my family good يلا ايه قابل عائلتي listen one الدرس الاول والتاني شايفيني الكلمات دولة دعنا نعلم مين كلمة دي ايه morning morning يعني ايه الصباح afternoon بعد الظهيرة يعني بعد الظهر evening المساء والكلمة الاخيرة دي night واحنا قلنا g-h ما لهم silent night يعني ايه ليلا يعني في الليل اللي في حاجة لما بنستخدمها قبل التلت كلمات دولة ايه بنقوله in the يعني في ال يعني in the morning ايه معناها يعني في الصباح in the afternoon في بعد الظهر in the evening في المساء لكن كلمة night ما نفعش نقول جابليها in the بل نقول ايه يا مستر نقول ايه at نقول ايه at تمام يلا نكررهم مع بعض نقل لبالكم the language functions يعني وظائف لغوية زي العدد they this is these are يلا نقول كده مع بعض in the morning in the afternoon in the evening at night تاني يلا تاني in the morning نكرر بس معايا يلا in the afternoon in the evening at night في الليل اوكي بعرفنا morning afternoon evening يجي جاب ليهم كلمتين in the اما كلمة night يجي جاب لها كلمة at وما ينفعش نبدل بينهم اوكي 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 let's go to the next page تعالوا نشوفوا بعد ما تعرفنا على الكلمات المفردات وتكلمنا على language functions عن الوظائف تعالوا ناخد ايه تمارين تمارين اسمها ايه exercises يعني تمارين لما تشوفوا الكلمة دي exercises يعني تمارين لسه احنا شغالين في unit one meet my family عنوان الوحدة الدرس الاول والتاني طيب تعالوا نشوفوا مطلوب منينا هنا ايه مين افكرني بالكلمة دي listen good and circle listen and circle يعني ايه circle يعني ناخدتها زمان في ايه في سنة اولى circle يعني دائرة بس هنا معناها ضع دائرة فاكرين لما كنا نحط دائرة حوالين الحروف listen and circle يعني استمع وضع دائرة نقراها تاني listen and circle كرروها معي listen and circle سهلة جدا دي عندي هنا كلمة وقدامها تلات صور هنشوف الكلمة معناها ايه ونحط دائرة على الصورة اوكي يلا جاهزين مين اقول الكلمة دي ايه ها good thank you دي ايه family family يعني ايه يعني عائلة مش عايز اقول انا family هبص هنا هشوف فين family هنا مين اقول لي family family عائلة good يقبل حطاف ايه في دائرة زي ما قال لي اوكي family يعني عائلة طيب ها مين اقول لي number two ها صوت عالي ها good thank you thank you جانا thank you grandpa 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 فين grand pa اهو grand pa اهو grand pa يعني ايه جد thank you جد فين الجد في دولة ها مين يشاور محدش مشاور ها good اللي شاور على اهو grand pa ومنحطه في ايه في دائرة زي ما قال لي قال لي listen and circle good طيب انا هقول الكلمة دي مين يقول الكلمة دي ها مش سامع صوت اعلى من كده mother very good mother thank you thank you عمر thank you احمد good mother mother يعني ايه ها ام thank you فين الام هنا دي no 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 فين mother this is mother yeah this is mother thank you bravo عليكم okay thank you so much يلا بينا اروح للصفحة البعدة انا اشيلهم عشان تعملوهم ايه بنفسكم okay let's go عندنا اكسرسايز تاني اكسرسايز تاني تمرين تاني وجميل جدا برضو احنا شغالين unit one meet my family listen one and two مطلوب ايه هنا look and write فاكرين كلمة write لما اقول لكم ال W لا تنطق هنا write يعني اكتب اكتب ايه يا مستر اكتب يا كلمة yes شايفين كلمة دي اهي اللي معلم عليها انا اهو yes او كلمة no عندنا كلمتين حلوين عايزين نكتبهم ايه هما كلمتين yes او no فبيقول لي هنا ايه انظر واكتب كلمة ايه نعم او لا بس هنكتبها بالانجليزي مش هنكتبها بالعربي اللي هما كلمة ايه yes وكلمة no yes يعني نعم و no يعني لا هنكتبها فين هنا تعالوا نشوف كده الجملة دي بيقول لي ايه يلا is this your grandma تاني تاني نرى السؤال تاني مع بعض is خلي بالكم ازي لو جات في اول الجملة هي و are فاكرينهم is و are لو جوا في اول الجملة يجبع معناهم هل يجبع سؤال في علامة ايه question mark اهي في علامة استفامة ايه في الاخر is this your grandma يعني هل هذا جدتك اه هل دي جدتك اه grandma اه جدتي يبع نكتب كلمة ايه yes يلا نكتب كلمة yes اه اكتب كلمة yes انتوا تكتبوها بايه بشكل احلى من كده اوكي y e s كلمة yes اه فعلا دي grand ma ايه grand ma طب مين يقرى السؤال ده ها are you sad فاكرين كلمة sad عكس كلمة happy happy يعني ايه سعيد عكسها ايه ها حزين يبقى كلمة sad حزين يبقى are you sad و كلمة you يعني انت اوكي فاكرين لما كنت اتكلم عن نفس كنت اقول i لما اقول لي واحد انت اقول له you are you sad يعني هل انت حزين ده حزين ده no ده مش حزين ده happy اللي قبل هنقول ايه no يلا نكتب ايه no ادي no n ميني مليني oh no ده مش حزين ده سعيد good طيب تعالوا نشوفوا اللي بعديها number three is that the moon is that the moon هل ده moon moon يعني ايه قمر ومالشمس يعني ايه sun طيب is that the moon اه ده امر يبقى نقول ايه yes ولا نو yes thank you يبقى نقول ايه yes thank you y e s يلا كرروا معايا نقول الجملة ونقول الاجابة بتاعتها يلا مع بعض is this your grandma yes are you sad no is that the moon yes يلا انهم تاني number one is this your grandma yes are you sad no is that the moon yes thank you so much يلا كده عشان انتم تعملوهم مع بعض بكم تعالوا نشوفوا ايه الصفحة الاخيرة من الفيديو بتاعنا برضو exercises يعني تمارين عندنا خدنا تمارين one two وده ايه number three برضو شغالين في unit one meet my family listen one and two جاهزين تعالوا نشوفوا بتقول ايه number three circle circle يعني حط دايرة the odd one يعني ايه odd one يعني الكلمة الايه المختلفة حط دايرة على الكلمة الايه المختلفة circle حط دايرة the odd one odd يعني ايه مختلفة يعني مش ماشية مع الايه مع الكلمات طيب تعالوا نورو الكلمات كده هنشوفهم ايه ها ها مين يقول لي دي ايه grand pa thank you ها دي grand ma good او دي ايه ها sun يا ترى ايه المختلف اه اتنين دولة زي بعضيهم هم دولة ايه دولة ناس بشر يعني يجب ما مين المختلفة شمس يجب ما نحط حالينا ايه دايرة اوكي very good طيب تعالوا نشوفوا number two ها مين نقول لي دي ايه هم sky السماء good ها دي ايه moon very good هم ودي ها grand parents الاجداد يا ترى ايه المختلف very good thank you so much برافو يجبا grand parents يا المختلفة اما الامر والسماء ماشين مع بعضيهم دي المختلفة طيب تعالوا نشوفوا ايه دولة مين يقول لي دا ايه هم دا ماله دا هم دا ايه boy ولد ماله فرحان مش كده وده ايه تيدي بير وده ولد تاني يا ترى ايه المختلف فيهم ها مين يقول لي الولد دا ماله happy فرحان وتيدي بير ماله فرحان لكن الولد دا ماله بيبكي اهو يعني بنقول علي ايه ساد حزين ساد حزين يبقى اتنين دولة فرحانين لكن الولد دا ماله ساد ما نحطه في دا اوكي 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 انوا عايزين يكرروا كلمة مسموعهاش كويس ياريت نرجع الفيديو نسمحها مرة واثنين وثلاثة عشان قصة التحدث والاستماع مهمة جدا في هذه المرحلة السنية للاطفال thank you so much for watching اشكركم على المشاهدة والقاكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته